أطفال العراق قصة مأساة كبيرة خطت ولا تزال سطورها الحروب وأثارها وفاقمها فساد وتقصير حكومي استشرا في البلاد فضاعف أنات هؤلاء وأوجعهم أكثر من ثمانية ملايين طفل عراقي تأثروا بالحرب وأثارها وعلى رأسها رحلات النزوح القاسية فيما يحتاج أربعة ملايين طفل من هؤلاء لكل ما هو أساسي من أجل أن يحيو صندوق الأمم المتحدة للطفولة صلت الضوء في بيان الله على مأساة النازحين في العراق وخاصة الأطفال منهم مؤكدا أن ما تبقى من نازحين في البلاد يتعرضون لأخطار كثيرة كبيرة بسبب مصاعب رحلة النزوح وطول فترتها وزاد قساوة ما يكابدونه أنهم ليس بسطاعتهم العودة لمناطقهم بسبب مخاوفهم الكبيرة من انعدام الأمن والأمان فيها أضف إلى ذلك نقص المساكن حيث دمرت الحرب الكثير منها وتضرر البنية التحتية والخدمات الأساسية في مناطقهم وانعدام سبول العيش فيها كل ذلك ساهم بشكل كبير في تباطئ وتيرة عودة النازحين لمناطقهم وانخفاض نسبة ومعدلات العودة الشهرية إلى مستويات متدنية فظل حوالي مليوني عراقيا في المخيمات وخارجها منهم تسعمائة ألف من الأطفال نازحين مشردين في أنحاء العراق علاوة على ذلك يؤكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة أن عددا من المحافظات بينها الأنبار والتاميم ونينوى وصلاح الدين لا تزال تقدم صورة مأساوية بشأن النازحين الموجودين فيها في المخيمات وخارجها كما يؤكد الصندوق أن أعدادا كبيرة من الأسر النازحة لا تنوي العودة لمناطقها خلال الأشهر القادمة وبالتالي فأن مأساة النازحين ستستمر وعددهم الحالي في العراق والذي يقارب لمليونين سيظل على ما هو عليه حتى عام 2019